تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 568 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات ملغة 730 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 25 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 671 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 34 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 912 قضية من بينها 292 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للموصفات